السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا سوف أقدم اليوم تفسير رؤية الدجاج المسبوح والمنظف للعزباء أجمع المفسرون على أن الدجاج المسبوح والمنظف في منام العزباء ما هو إلا إشارة على النجاح الباهر الذي ستحصل عليه فإذا رأت الفتاة العزباء دجاجا مسبوحا ستحصل بإذن الله على النجاح الباهر وأيضا يدل على تمكنها من تحقيق أهدفها وطموحاتها بنجاح أما إذا رأت الفتاة العزباء أنها تقوم بتنظيف الدجاج ثم تأكله فهذا دليل وإشارة على الانتصار على الأعداء والتخلص من الهموم والأحزان وتحول حالتها من السيء إلى الأفضل كما من المحتمل أن تدل رؤية الدجاج في المنام للعزباء على زواجها من شاب زو أخلاق حميدة خاصة إذا كان رجلا ما يقدمها لها فهذا يدل على إعجاب وحب أحد الأشخاص المحاطة بهم عندما تشاهد البنت العزباء في المنام الدجاج المسبوح بدون ريش وتشعر بالفرح والسعادة فهذا يشير إلى موعد زفاف قريب جدا ينتظرها بفارغ الصبر وربما يدل على الشخص المناسب الذي تنتظره بالإضافة إلى أن هذا الحلم يدل على تفوقها ونجاحها في الحياة وكون الدجاج بدون ريش نظيف في الحلم يمثل خيرا وزيادة في الرزق والسعادة في حياتها إنها بالتأكيد تشعر بالتفاؤل والأمل عندما ترى هذا المشهد في حلمها لذا إذا كانت تشعر بالحيرة بشأن رؤياك فحاول أن تنظر إلى الرسائل الإيجابية والإشارات المشرقة التي تعبر عنها وإذا رأت العزباء أن شخص يقدم لها هدية دجاجة مسبوحة ونظيفة فتلك إشارة إلى وجود شخص يحبها سيكون بمساندتها في الحياة ويساعدها في الوصول إلى أحلامها ويدعمها طوال الوقت ويقول البعض أن الفتاة التي تقوم بزبح الدجاجة وتنظفها بنفسها فهذا يدل على أنها ستتمكن من تحقيق التفوق على أعدائها وتطهير ضربها من العقبات والمشاكل لتسير عليه في سهولة ويسر نحو أهدفها وتصل إلى ما تريد كذلك فهي تشير إلى تغلب الرأي على أحزنها وتخطيها لتلك الحالة النفسية التي كانت تعاني منها وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته